ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترا فهل حار على الأيام أم قد حير القدر شكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضرا مشاهدين الكلام بستمعنا العزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم نيات وعطر طحيات العلام غازي بقجاجي مقرج البرنامج في مستهل حلقة جديدة من برنامج الشرع والطبع هذه الأبيات التي صدرت بها الحلقة قالها عباس العقاد عليه رحمة الله ونفهم منها عدم رضى الإنسان بما قسمه الله له فلماذا لا يرضى الإنسان وما هو الرضى بين الشرع الرباني والطبع الإنساني مفهوم الرضى لغة واصطلاحا هل الرضى أنواع وما هي أنواع الرضى ومن أين يتأتى الرضى للإنسان وهل نحرم الرضى بمعنى أوضح حل يحرم الإنسان أن يكون راضيا حرمان الرضى كيف يكون وهل هناك علامات لحرمان الرضى هل له درجات أمام المصيبة لنا حالان الرضى والصبر فأيهما أعلى ولماذا ماذا ما منزلة الرضى عند الله سبحانه وتعالى وكيف نجد أنفسنا في الرضى بين الشرع الرباني والطبع الإنساني موضوعنا حول الرضى نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة مع الفسادة الدكتور خالد عبد العليم السلام عليكم ورحمة الله ورحمكم دكتور خالد حياكم الله حياك الله بإياك الله يرضى عليك رضي يا دكتور الحمد لله نسأل الله يرزقنا الرضى دائما نقول عن الصحابة رضي الله عنهم حتى بقرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضا ما معنى الرضا يا دكتور أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حقيقة الرضا سرور ولذة يجدها الإنسان في القلب أمام أقدار الله تبارك وتعالى ما قضاه الله تعبارك وتعالى للمؤمن وقدره هو له خير وهذا ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب الذي رواه مسلم عندما نظر إلى السماء فتبسم فقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الرضا بالله الرضا بالله ربا إلها حكيما رازقا خالقا حنانا منانا واسعا والرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وقدوة وإمامة والرضا بالإسلام كمنهج حياة الرضا بالإسلام دينا هذا الرضا هو الذي يغمر قلب المؤمن فلا يعيش في هذه الحياة إلا وعينه دائما على قدر الله فيه تمام يعني إن جاءته نعمة لا ينشغل بالنعمة عن المنعم تمام ولكن ينظر من الذي أعطاني فالذي أعطاني ما أعطاني استحقاقا ولكن أعطاني تفضلا وكرما ليخرج مني الشكر طيب عندما ابتلاني ربي سبحانه وتعالى الابتلاء ليس إهانة وإنما الابتلاء اختبار وامتحان فلا أقف مع البلية ولكن أنظر إلى المبتلي من الذي ابتلاني والابتلاء ليس ذل ومهانة كما يظن بعض الناس فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا هذا الميزان الذي يزل الناس به الأمور ميزان غير صحيح بالمرة إذن الرضا حقيقة هو السرور واللذة عندما يتعامل الإنسان مع أي قدر من أقدار الله ويرى أن وراء قدر الله تعالى حكمة وعلم وإرادة وأن كل شيء كتب في اللوحة المحفوظ قبل أن نكون تمام أحسنت هل الرضا جبلة وطبع طبع عليه الإنسان أم هو مكتسب كما يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر هل الرضا أيضا بالماذا أم هي جبلة وطبع أحسنت الرضا ليس طبع أبدا ولكن الرضا ثمر من ثمرات الإيمان لأنه لا يمكن أن يكون الرضا إلا على علم النافع الذي عنده علم يستطيع أن يتعامل مع مجريات الحياة تمام يعني كم من أمور نريدها أن تكون ولا تكون كم من أمور نفكر فيها ونريدها أن تحدث ولا تحدث يقول لأنك ليس لك دورة أصلا في صناعة الحدد أحسنت فغيره وهذا عدم الشخصية وهذا عدم تذكره لا معنا هنا نفرق بقى بين الرضا وبين الذل والخنوع يعني بعض الناس حقيقة هو يعيش في هذه الحياة هذا ما يقال بالفعل بالضبط يعيش في هذه الحياة ولا قيمة لأن قلبه ميت وعقله راكد وتقريبا يكاد يكون كان عنصر المشلول هذا الإنسان السلبي أو الذي لا عقل ولا قلب له حقيقة لا نقول عن ردود أفعاله أمام الأحداث أنها نوع من الرضا هي نوع من الخنوع ونوع من الذل لكن الرضا أن يعمل الإنسان مع الأخذ بالأسباب ثم تأتي أقدار الله تبارك وتعالى موافقة أو مخالفة لما أراد إن وافقت حمد الله وشكره ونسب الفضل إليه وليس للذكائه وتخطيطه وإمكانياته وحشوده كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي إن جاءت الأقدار غير موافقة لما أخذ بالأسباب فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل لعل الله تعالى ما أراد لهذا لذلك الأرزاق كما نقول ليست شطارة ولا فهلوة ولكنها أقدار الله بعض الناس يسعى ليل ونهار قد ترى إنسان مريض وضعيف ولكنه مرزوق وأرزاقه لا حدود لها وترى إنسان قوي وصحيح وفتي ويعمل ليل نهار ولكن متحير في أمر الرزق هذا اللي يعلمنا شيء أن الإنسان لا يرزق نفسه ولا أحد يأكل رزق أحد كما قال الحسن رحمه الله علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي ومن هنا رؤية المؤمن مبنية على علم وعلى فهم وبصيرة وعي غير الإنسان أحدهم قال لو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم أحسن تبارك الله فيه فالقضية لا تعتمد على هذا ذكي وهذا عاقل وهذا غير عاقل لكن الرضا في جانب الشرع صحيح كما تفضلتم يرضى الإنسان بالله ربا وبالرسول نبيا وبالإسلام دينا لكن الرضا في جانب الطبيع البشر أو في جانب الحياة كيف يكون الرضا ممثلا في جانب الحياة البشرية نعم الرضا هي الراحة حقيقة نقول هذا إنسان راضي يعني هو إنسان في راحة أو قل هي الطمأنينة نعم أن الإنسان الراضي مطمئن تمام لا مضطرب ولا قلق ولا يأتيه الأمراض التي نسمع عنها من التشنج وكذا أو السخط يعني بالذات هذه الصورة واضحة في موضوع المرض أعطيك مثال بالمثال يتضح المقال عمران بن الحصين رضي الله عنه عمران بن الحصين أسلم قبل أبيه نعم وشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بفترة مرض عمران بن الحصين مرضا شبه شلل وأقعده في فراشه ثلاثين عاما حتى أنهم نقبوا في سريره نقبا لقضاء الحاجة لا إله إلا الله فدخل عليه الصحابة رضي الله عنهم فلما رأوه على حال هذا مشلول وعلى فراش المرض وطريح وبعدين المدة زادت اللي بيمرض بيقعد شهر أو شهرين أو سنة كم يئن لكن هذا ثلاثين سنة فبكوا الصحابة بكوا على حاله لا إله إلا الله فقال لهم لماذا تبكون هو نعم قال لهم لماذا تبكون إنني أرضى مرتضاه الله وإنني أحب ما أحبه الله وإنني أشهدكم أنني راض لا إله إلا الله أنا لا أسخط على قدر الله فيه لا إله إلا الله برغم شدة المرض تمام فبعض الناس قد يبتلى قل بمرض أو بفقر أو بمصيبة ما في نفسي أو أهلي أو مالي أو ولدي المؤمن يرى هذه المصائب هدايا من الحق تبارك وتعالى في التطهير والتزكية لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة يعني ترقيه ورفع درجة ورفع درجة وتكفير الخطايا فتتوالى المحن طيب أشد الناس ابتلاء كان الأنبياء هل سختوا أم كانوا رضيين رضيين الأنبياء عليهم السلام كانوا رضيين طيب من بعدهم كان من الصالحين أو أتباع الأنبياء الأمثل فالأمثل كلما الإنسان زاد إيمانه بيزداد ابتلاءه وفي نفس الوقت يعني يبتل على قدر دينهم على قدر دين يزداد رضا وتزداد الطمأنين عنده انظر إلى هذه الآية التي ذكرت الرضا من الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وارضوا عن ذلك لمن خشي ربه لا يمكن أن يأتي الرضا إلا من قلب قانع وقلب خاشع وقلب حاضر وقلب ذاكر وقلب شاكر طيب يعني في الدنيا تحدث مصائب وتحدث أهوال والأمر لا يسير على وطيرة واحدة توفقنا الرأي سيدي في هذا أمام المصيبة ماذا ينبغي أن يكون حال المسلم نعم عندما تنزل المصائب أول شيء إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني لا يتفكك ولا ينهار الكافر عندما تأتي مصيبة إما ينتحر أو يكتئب أو إما يأتي الشلل أو إلى آخره لكن المؤمن أول شيء يقوله إنا لله وإنا إليه راجعون نحن في أرض الله ولنا مدة زمنية محددة ولا بد من الرحيل والحياة ستنتهي والقضية ليست كلها هنا صراع البشر هذا كله مثل صراع الأطفال حتى ربنا سمى الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لعب لعب وله لعب وله فروق أحسنت فالذي يعطي مساحة الرضا أمام المصيبة أن المساحة الزمنية والمكانية عند المؤمن انتظر حتى قلت صبر قلت رضا للمصيبة هو صبر أم رضا أنا أقول لك الآن أم المرحلة المترتبة لا هو مترتبة على بعض طيب أنت أشكرك أن أنت ذكرت الاثنين مع بعض متصلين ببعض تمام وجود المصيبة أو عند الوهلة الأولى تحتاج في النفس إلى تماسك حتى لا تنهر صح التماسك دقائي منين رؤية المؤمن يرى ما قبل الحياة الدنيا وما بعدها الإنسان جاء عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة ثم جاء إلى ساحة الحياة بإذن من الله الدخول بإذن والخروج بإذن ولا بد من الخروج وهذه المساحة التي نعيش فيها اللي هي الأرض كلها هي ذرة تائها في هذا الفضاء تمام طيب عند الخروج والرحيل من هذه الحياة هناك حياة أوسعة وأطيب وأجمل وأبرك فهذه المساحة تعطي رؤية أن المصيبة ليست نهاية الحياة ولا نهاية المطاف ولكن هناك ما هو أولى وأوجب أن أهتم به هذا سيجر إلى شيء آخر وهو النظر إلى الأجر والثواب هذا سيسكب فيه الرضا لأن إمتى الإنسان يكون راضي يعني أولا يصبر أولا هو صبر يعني بمعنى لم يسخط على قدر الله الأمر الثاني رضي لأنه علم أن من وراء المصيبة أجور وثواب ودرجات فهو طامح إلى هذا الأجر فرضي لأنه قال إن الله عز وجل ما ابتلاني إلا لمحبة إذا أحب الله عبدا يصب منه أن يبتليه أعطيك مثال المرأة الحديث يحكي سعد بن أبي وقص مرأة من بني دينار نعم قتل في أحد الغزوات أبوها وأخوها وزوجها فلما نعوا إليها قالت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالوا يا أمة الله يعني نعينا لك زوجك وأباك وأخاك وأنت تسألين على رسول سلم قالت نعم أريد أن أرى قالوا هو بخير فخرجت حتى رأته ونظرت إليه فقالت الحمد لله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله يعني هذا الأمر حقيقة في التاريخ مصطور قصص لكن في الواقع المرأة إذا مات أموها كل مصيبة بعد رسول تهون تهون المهم أن الرسول بخير بخير وعافية الآن كم من مصائف في الدين لا يتحرك لها البدن ولا شعر في البدن لكن هما معذرة قبل هذه وده بوقع بالفعل لكن أنا أبحث مع فضلتك على حال الناس بين الشرع الرباني والطبع الإنساني الصبر بالقرآن الكريم مبشر الصبرين الرسول عليه الصلاة والسلام بكى في موت ابنه كيف نجمع بين هذا وبين الصبر والردى لن يكون صبرا رضيا كيف نفهم بارك الله فيك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بكى لم يبكي جزعا ولا صخطا ولا اعتراضا على قدر الله فيه لكن هو نفسه فسر البكاء قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزم وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون فالرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة بكى على فكرة ليس في بعض المواطن بكى فيها لكن أنت تكلمت عن الأمر الطبعي الطبع الإنسان أن يبكي عند فراق محبوب لكن لا هنا في الشرع هذا ليس فيه منافال الشرع بالمرة لأن هذه فطرة خلقنا الله تطارق تعالى فيها أين الصبر وأين الردى من الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يرضى وإيه كيف نفسر المسألة الصبر هنا هو عدم الاعتراض على قدر الله أو عدم السخط الرسول عليه الصلاة والسلام يسخط الله أحسنت إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة صبر بمعنى حبس النفس عن الشكوى وعدم الاعتراض على قدر الله الأمر الآخر شكر ربه تبارك وتعالى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ورضي بهذه المصيبة التي نزلت ولم يبدي أي انتعاض و ذي النفس المطمئنة يعني رب العزة سبحانه و تعالى ذكر عن النفس المطمئنة أنها راضية و أنها مرضية رضية عن ربها و رضي الله عنها يا آياتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا يمكن أن يخرج الرضا إلا من نفس مطمئنة إلى قدر الله فيها الصبر ذكر بالقرآن و بشر الصبرين و أضع سماء الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن الله و إنه رجعون هذا المعيار للصبرين و بشر الصبرين و جاز أم في القرآن معروف ثوابهم طيب فماذا عن الرضا؟ الرضا يكفي أنه كان في حياة الأنبياء و عجلت إليك ربي لترضى لترضى نعم و قول النبي عليه الصلاة والسلام و لسوف يعطيك ربك فترضى بالقرآن الكريم نعم فالرضا كان سماء في حياة الأنبياء الكرام عليه السلام يكفي أن يذكر الرضا في هذه المواطن لتكون صفة ممدوحة يسعى الإنسان لتحصيلها لكن الطبع البشر مع هذه الأمور التي تدلهم من حولنا و الزمن الذي نعيشه لم يعد الزمن مثل زمن الصحابة حتى نقارن أنفسنا بالصحابة و لم يعد فينا الرسول صلى الله عليه وسلم هم رأوه و نحن لم نرى هم آمنوا به و رأوا و رأوا معجزات نحن لم نرى و لم نرى معجزات هم يجدون على الخير أعوانا و نحن لا نجد على الخير أعوانا كيف نحقق الرضا أو كيف يكون الإنسان راضيا بين الشرع الرباني و الطبع الإنساني الآن أحسنت الزمان اختلف من ناحية الخير و الفضيلة و الخيرية و كثرة الأعوان عن الخير أنا معك مئة في المئة لذلك الأجر الآن للمستقيم يضاعف عن الأجر ممن كانوا من قبل للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين خمسين رجلا يعملون عملا مثل عملكم فرب العزة يقبل مننا و لو كان عملا قليلا نسمع عن السابقين أعمال كالجبال نحن لو عملنا أعمال كالذر ولكن فيها الإخلاص الله تبارك وتعالى يضاعف أجور هذه الأعمال لأن الأحوال من حولنا شديدة و الفتن شديدة و الشهوات طاغية و الأعوان على الخير قلة و لذلك يضاعف الأجر و الأجر على قدر المعاناة و المشقة و المجاهدة مجاهدة النفس في طاعة الله تبارك وتعالى لكن أنتم ذكرتم شيء مهم وهو اختلاف الزمان الناس الآن في هذا الزمان يعني بالضبط كثيرا ما تسمع الشكوى و قل أن تسمع الشكر يعني دائما تسمع الشكوى هي صخط على قدر الله من أصبح صاخطا على الدنيا أصبح صاخطا على الله الإنسان دائما الشكوى و لو كان في نعمة بعض الناس عنده بطبعه فهم للمسألة يقول أنا لما كثر من الشكوى أبعد عن الحسد و الأر و العين كل ما واحد يسأله كيف الحال والله لأحوال تعبان و الموظفين تعبني و ما في سيولة في الشركة و المشكلة عندنا و الأسعار و رغم أنه إذا نظر إلى غيره ممن هو أدنى منه سيرى نفسه ملك من الملوك غيره يعيش في صحراء أو في خيمة و ربما لا يجد طعام إلا مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع و بعض الناس قد يموت بسبب الجوع أو البرد هو في نعم لم يلتفت إليها النظر إلى البلاية دون النظر إلى العطايا يولد في النفس حالة من الاكتئاب و عدم الرضا و عدم القناعة لكن حقيقة رأينا في التاريخ بعض الصالحين مع شدة فقرهم و قلة ذات يدهم و لكنهم في رضا أعطني مثال بل يشعرون أنهم في غنى أعطيك مثال سلمان الفارسي رضي الله عنه و أرضاه عند وفاته كان يحتضر فكان الصحابة حوله يذكرونه بالخير الذي حظى به سلمان بما لم يحظى به غيره لقد جهجرت إلى النبي عليه الصلاة و السلام و شهدت معه المواطنة كلها و مات و هو عنك راض و يبشرون فقال و لكني والله أخشى من هذه الأساود التي حولي إن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون زادوا أحدنا في الدنيا كزاد الراكب و هذه الدنيا ترونها من حولي فأعدوا يبصوا على الدنيا الموجودة في البيت شوفوا بقى العفش الموجودة الدنيا صف لنا دنيا سلمان عصى كان يحمل عليها ثوبه و إجانة كان يحمل فيها وضوءه أو يتوضأ منها و قصعة كان يأكل فيها و شملة كان يلبسها و الفراش الذي ينام عليه آدل يقول هذه الأساود حولي هذه الدنيا حوله و كان سلمان رضي الله عنه يأتيه عطاء عمر كل عام أربعة آلاف درهم فيتصدق بها و يأكل من كسب يديه لو لأن عمر ناوى عن هذا لظل كان يعمل المكاتل الخوص يفتر الخوص و يعمل المكاتل فيبيعها و كان راد و كان راد رضي الله عنه فكان درهم يتصدق به و درهم يطعمه أهلا و درهم يضعه في الخوص يشتري به خوص لمرة سنة من توضع سيدنا سلمان رضي الله عنه و رضاه بما هو فيه مرة أحد الناس جلب تينا و عنبا و فواكه من الشام و كان سلمان رضي الله عنه على المدائم فلما جاء الرجل و دخل إلى المدينة يريد حد يحمل معه هذه البضاعة و هذه الفواكه فنظر إلى رجل ظنه أحد العمال أو الحمالين فقال له يا فلان أقبل احمل فأقبل و حمل و مشى طول ما هم مشين يسلمون و الناس يقولون نحن نحمل عنك يا أمير المؤمنين نحن نحمل عنك يا أمير و هو يردهم و لا يعرف الرجل من الشمع ما لي أنظر يمنة و يسر منه هو أمير المؤمنين أنا ماشي أنا هو الحمال فحتى لما أصر الناس فبعض الناس كان يعرفه فحياه بالإمارة و قال أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين فتنبه الرجل أن هذا هو سلمان رضي الله عنه فأخذ يعتذر و يتأسف و يقول أنا أحمل يا أمير المؤمنين قال لا والله حتى تبلغ مبلغك حتى تبلغ منزلك و حمل هذا إلى منزله بالله عليك هذا الرجل في هذه الحال لا في أموال كثيرة و لا في قصور و لا في شيء هذه الحالة التي هو فيها هل هو صاخط و ناقم على أن الناس ربما تمتع بما لم يتمتع به هو نعم هو أراضي هو أراضي فيما هو فيه إذن نقول هل الرضا قناعة دكتور خالد؟ الرضا في الأصل هو قناعة بقسمة الله عز وجل هل له أنواع؟ نعم الرضا الأول شيء الرضا بالله تبارك وتعالى و نعم بالله إيه معنى الرضا بالله الرضا بالله ربا إلها حكيما قادرا أن أرضى بالله تبارك وتعالى معبودا لا أتعلق بغيره لا أسأل غيره لا أدعو غيره يكفيني ربي أليس الله بكافر عبده وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد الرضا بالله والقمة طيب الرضا بالله الرضا بالله في شيء آخر وهو الرضا عن الله كيف الرضا؟ أي الرضا عن أوامر الله تبارك وتعالى هل الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ أبو بكر السلام وأبلغه أن الله راض عنه فهل أبو بكر راض عن الله هذا غير صحيح هذا الأثر غير صحيح ولا ينبغي أن يقال نعم فالرضا كيف الرضا عن الله الرضا الرضا عن الله كل ما يجري من قدر الله تبارك وتعالى سواء من أوامر الله في أمره ونهيه كل هذا أنا أرضى به وأرى فيه الحكمة ولا أسخط وهذه من علامات الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا نوع من الرضا فيه الرضا أخر وهو الرضا الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى ليس شقشق باللسان ولا عاطفة يعني الإنسان يقولها بلسانه في كلمات ولكن الرضا بالرسول عليه وسلم يرضى به إماما وقدوة يتعلم سيرة ويتعلم حياة ونحن نتحدث في الشرع والطابة معذرة كل هذا الرضا خاص بالأمور المعنوية أنا داخل في الأمور الأخرى الأمور الدنيوية وهي ما يتعلق بالقلب منها كثير يا سيدنا كيف نرضى عن دنيانا نعم عن حياتنا الرضا بالرزق وبقسمة الله تبارك وتعالى وهذه عامة المشاكل الجاية من هنا الرضا بالرزق أنه مقسوم بمعنى لن يزيد ولن ينقص نحن نمشي في الأرض فمشي في مناكبها نلتقط رزقنا الذي قسمه الله تبارك وتعالى يعني كثرة السعي لا تقتضي كثرة الرزق نحن نمشي أخذا بالأسباب توكرا على الله وليس تواكلا وبعد ذلك نرضى بالنتيجة طالما أننا لم نقصر في الأسباب قرآن بخصوص المشي ذكرتني هذه الحركة بقوله تبارك وتعالى لما تكلم عن الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا مع الله سبحانه وتعالى لكن بالدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلهم الرزق فامشوا ليس سارعوا ولا سابقوا عارف السبب إيه لماذا أن الله تعالى ضمن الرزق لكل أحد أطاعه أم عصاه لكن لم يضمن الجنة لكل أحد الله أكبر نعم الرزق مغفور حتى للعاصي حتى للكافر والعاصي يعني لا يمنع الله الرزق بسبب كفره و المعصية عطاء الله ليس دليلا على رضا الله ولا منع دليلا على صحب لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنما يعطي الدين من أحب علامة المحبة فقط الدين والهداية والاستقامة الله ليس العطاء المد بالمرة ليس دليلا على رضا الله يعطيها لأعداؤه وأولياؤه يعطيها للكافر والمؤمن للصالح والطالح يعطيها للعابد للبر والفاجر لأن الدنيا هيئة حقيرة عند الله فليست معيار كرامة ولا معيار محبة لكن ربنا لم يضمن الجنة لكل أحد طالما أننا جئنا إلى دار الضيافة نحن لم نجئ باختيارنا لم يستشر أحد يأتي أو لا يأتي نحن جئنا بأمر الله طالما نحن في دار الضيافة فنحن على موائد الكريم سبحانه وتعالى فالله لا يحرم أحدا من عباده حتى لو كفر به وعصاه من رزقه المقسوم له لكن فيه فرق بقى بين البركة والانتفاع بالرزق والخير فيه أو نزع البركة منه قد يكون الرزق عريض ولا بركة فيه أو الرضا وعدم الرضا هل هذا يؤثر سلبا أو إجابا في علاقة العبد بالرب نعم أن يرضى بقضاء الله أو لم يرضى هذا متى التأصيل الشرعي لهذا القضية دكتور أحمد الرضا بقسمة الله تبارك وتعالى يفتح للعبد باب القبول وباب العطاء نعم أما الصخط فإنه ينزع به البركة ويسد أبواب الخيرات لأن الصخط على قسمة الله تبارك وتعالى قد شكك في أمر الله وحكمته كما فعل إبليس إبليس رد الأمر على الله تبارك وتعالى أما آدم برغم أنه عصى ولكنه رجع وتاب وأناب القضية أن الإنسان إذا لم يرضى بقسمة الله له خاصة أن أتكلم عن موضوع الرزق لأنه أكثر ما يشغل الناس ماذا تقصد بقسمة الله للعبد؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون كل ما هو في الدنيا من زوجة وولد ومال وعمل وصحة كل الدنيا ولذلك لا تنظر لزوجة غيرك ولا لأولاد غيرك ولا لمال غيرك ولا لبيت غيرك ولا لسيارة غيرك لأن مصدر القسم الله عز وجل هو الذي قسم هذه المعيشة فالإنسان يكون فيما أقامه الله تبارك وتعالى فيه طائعا لأن الله أقامه في هذا الموطن ورضي له هذه الصورة في هذا الوجود أنا لا يعتبر السكوت هنا خنوع وذل وقلة حيلة أنا لسا أتكلم عن النقطة اللي جاية إذا الإنسان ربنا أعطاه هذا العطاء هل له أن يكون عنده طموح وأمل هذا الطبع الإنسان يعني إذا كان عنده شيء يطمح فيما هو أفضل وأعلى هذا لا ينافي الطموح ولا ينافي الأمل ولكن عليه أن يرضى بالقسمة ويطمح في المزيد من فضل الله فيرى أن هذه العطية من الله ولكنه يرجو المزيد من رحمة الله تبارك وتعالى هذه على فكرة لا حرج فيها ورسول السلام علم عاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك في حديث آخر فالإنسان يطلب من الله رزقه الذي يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى فالإنسان في حال الرضا عن الله عز وجل لا ينبغي له أن يسخط القسمة لأن القسمة من ربي لما كان الرسول السلام يعطي كان يقول للصحابة أنا قاسم والله معطي شوف اللمحة الإيمانية هنا جميل جميل أنا قاسم والله معطي يعني أصل العطاء أصل العطاء ليس من فلان أو فلان أو فلان الله إذا أراد أن يعطيك من يمنع ورزقهم في السماء وما توعدون فهو رب السماء والأرض نعم وفي الآية في أول سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم لكن هذه التشابكات تأتي في حياة الناس فترى أن في بعض المواطن الإنسان يعني الحمد لله أن ربنا قال ورزقهم في السماء ليس من الأرض حتى لو كن معلقة مظنة الشبهة يعني لا يبتهي حرق ولا سرق ولا غرق الناس في بعض المواقف حقيقة يتنازعهم شيء ما بين الرضا وما بين الخنوع وليس في الإمكان أحسن مما كان الطبع هنا يدخل في المسألة الخنوع والذل قد يكون طبع عند بعض الناس لأنه ليس عنده الفهم الإيماني ولا عنده نور في القلب القلب خراب أو مظلم لكن المؤمن عنده الرضا الرضا الواثق برب المطمئن إلى أن ما قسمه الله تعالى هو الخير وما منعه الله تبارك وتعالى لن يأتي به أحد إلا الله طيب قد يسمع من الناس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إليهو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله أحسنت لكن قد يسمع من الناس حضرتك يقال هو ساكت لأنه قال للحيلة لا يستطيع أن يعمل ولا أن يتقدم ويسمع هذا فكيف نجمع بين هذا وبين الطبع الإنساني في ميزان الشرع الرباني حينما يسمع هذا أحسنت عند وجود الأحوال المخالفة أو المصائب الخنوع والذل معناها اليأس من الفرج واليأس من الأمل فلا يبدأ الإنسان في العمل ثقة بالله ولكن الرضا معناه إذا جاءت المصيبة أنا رضيت بقسمة لا أو بقدر الله ولكنني مستمر في السعي فرق بين الاثنين أن الخانع خلاص توقفت الحياة عنده توقفت الحياة أصبح أصبح مشلولا أما المؤمن فإنه يجد أكثر ويسعى أكثر رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى يتهم بأنه شخص لا مبالاة عنده نعم ونحن نتحدث في الشرع والطبع أحسنت يتهم بأنه لا مبالاة شخص غير مبالي أحسنت بعض الناس يقول هذا فعلا نعم يعني أن هذا لا قلب له ولا مشاعر له ولا كذا لكن اللي بيكذب مثل هذه الأقوال هو سعي المؤمن لتحصيل منافع الدنيا بالوجه الصحيح إرضاءا لله وليس إرضاءا للناس تمام إلا يعمل حساب لألسنة الناس لن يفلح ونزيلة قالوا في الحكمة المتردد لا يفلح والملتفت لا يصل المتردد لا يفلح والملتفت لا يصل يعني إذا مثلا في البيت في الأسرة تعلق القلب بين الزوجين مثلا مثلا أو بين الأب والأم وبين الأولاد ومات أحد الأولاد والزوج ماتت زوجه أو مات زوجها أو طلق أو انفصل إلى مثل هذه الأمور التي تصيب الأسرة في مقتل كيف نشخص حالة الإنسان بين الرضا وبين اليأس وبين الخنوع والذل والانكسار أحسنت هو حقيقة حرمان الرضا أكبر عقوبة يعاقب بها الإنسان لأنه ما فهم كيف يتعامل مع أقدار الله عز وجل أنت ضربت مثال وهذا أقصى درجات الألم التي تعصر الإنسان وهو فقد الولد مثلا الإنسان في عائلة له أولاد فقد ابن من أولاده هو صغير نعم يعني تتفتت الأكباد على موت الأولاد مئة في المئة طيب كيف الصبر هنا عندما نزلت هذه المصيبة أنا نظرت إلى هذا الطفل أنه وديع من الله عندي نعم ربنا عز وجل له أن يسترد وديعته في أي وقت أم لا طالما أنه وديع طبع طبع زي ما قالت برضو أم سليم عندما مات لها طفل من زوجها وقالت له فإن الله تعالى قد استرد وديعته لو نظرت هذه النظرة إلى أن هذا وديعة الله عز وجل نعم يأخذها في أي وقت شاء وعلى أي صورة شاء تمام إذا أخذ ربنا وديعته بكاء الآن هذا بكاء فطرة بكاء فراق وهذا لا نلام علي لأن هذا طبع وكما قال عز وجل رحمة ورقة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده إذن بكاء ليس اعتراض على الله يا رب لماذا ابني سليم لماذا أخذت ولدي لكن لا يقول هذا الكلام يتفوه به لا يتفوه به لا يتفوه نعم فهو في قلبه يرى أن الله استرد الوديعة ولي أجر على الصبر طبعا المرأة مثلا إذا مات زوجها تقول يا سبعي يا جملي يا كذا أو موت أخيها أو موت نعم يعني يمكن الخنساء على الصخر نعم يعني أقامت الدنيا نعم ولولا بكاء الناس حوله نعم يعني أقامت الدنيا بالفعل نعم هل هذا الكلام يتنافى مع الرضا ما هو تنظر با إلى صورتها قبل الإسلام وبعد الإسلام هي ملأت الدنيا بكاء على أخيها صخر تمام لكن بعد الإسلام لما قتل أولادها الأربع شهداء في سبيل الله الحمد لله قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهن فاعتبرت أن الشهادة وسام على صدرها نعم من أين جاء هذا الفهم جاء هذا الفهم من الرؤية الإيمانية أن الشهيد حي عند ربه وليس بميت وأنه مرزوق وأن حياته أفضل حياة وأنه يشفع في سبعين من أهل بيته ويغفر له ذنوبه كلها مع أول قطرة من دمه ولا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة كما قال عليه الصلاة والسلام لا إلا الله طبعا كل هذه العطاء للشهيد هذا بالرضا هذا بالرضا فلما رأت هذا الأجر والثواب الموعود عليه رأت أن أولادها انتقلوا إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أرقى وأجمل حتى تمنته أيضا الشهادة هذه الرؤية الإيمانية تسكف في القلب الطمأنينة والرضا طب لو جد بكت نقول لا حرج في البكاء لأن الدم على فراق المحبوب فطرة لكن لا يزيد عن حده حتى يصل إلى درجة الصخط والاعتراض على قدر الله يعني بد أن يعلم الإنسان أما كما قال القائل وما المال والأهلون إلا ودائعا ولا بد يوما أن تردل ودائعه حسن تعود مرة ثانية لكن الطبيع البشري لا يسير على وطيرة واحدة دكتور خارد هذا الكلام في التنظير كلام طيب كلام جميل لكن مع الواقع العملي نجد من يصرخ ومن يقيم العويل ومن يلتم الخدود ويشق الصدور ومن يصنع هذا وذلك أو من مثلا إذا انفصل من زوجي أو إذا طلقت أو إذا أصيب بمصيبة أو مكروه لا يرضى كيف نتعلم الرضا الشرح أمري أول شيء هو الترهيب من الاعتراض على قدر الله زي الوعيد الشديد في النائحة أن النائحة في النار هذا هو وعيد شديد الأمر الثاني وضع ضوابط تلزم النفس بعدم الاعتراض على قدر الله وهو لا عزاء بعد ثلاث خلاص ما عندنا حاجة اسمها أربعين أو جمعة أو سنوية والعيد لا لا ما عندنا هذا ولكن هو العزاء ثلاثة أيام ولا في ذكرى وفات كذا خلاص انتهت بعد ثلاثة أيام نحن ما قلنا هذا الرسول السلام هو الذي أخبر الأمة وعلمه هذا والذكرى الثلاثينية والذكرى العاشرة حتى أحسنت ما هو الآن بيخرج الحزن إلى نوع من الاعتراض كأننا معطردين لماذا أخذ هذا فتجديد الأحزان ليس من السنة وليس في ديننا إلا في حالة واحدة فقط ذكرها القرآن الكريم وهو حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا من باب الوفاء بين الزوجين لتعظيم هذا الميثاق الغليظ الذي ذكره القرآن الكريم لكن فيما عاد هذا حدد بثلاثة أيام لما يحدد العزاء بثلاثة أيام معناها بعد ثلاثة أيام المفروض المسألة تنسى من ناحية الحزن والفرق لكن من ناحية الدعاء لا حرج أنت تدعو لمن توفي ولمن مات من الأقارب والمعارف خاصة طمعا الأبوين رب يغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة فيما عاد هذا في الشريعة وضعت هذه الضوابط حتى تضمن للأمة المصار الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أعطى أمثلة عملية على الصبر وعلى الرضا ليعلم الأمة أن القضية في هذه الحياة ليست هي حصول المغانم والشهوات ولكن القضية هي كيف أعيش بمنهج الله حتى لو كان حياتي بسيطة مثلا لما دخل عمر رضي الله عنه عليه رضي الله واجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير أثر في جنبه نعم قال يا رسول الله أنت هنا وكسر وكيسر في الدباج والحرير فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا أما ترضى أن تكون لنا الآخرة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا هل كان صاخط على ما هو فيه من هذه الحياة أمراض قص على ذلك كثير من العلماء والصالحين حتى في زماننا هذا والله نعلم بعض الناس حياتهم بسيطة وأسر عفيفة وكريمة ويمكن دخلها بسيط ولكنها راضية وقانعة لا تسخط ولا تشكو أحسنت أنا أنتقل بعضك لمسألة الوفاء بالذات لأنها تمس قطاع كبير جدا من في الحياة الدنيا وسبحان الله نسأل الله الجنة لكل موت المسلمين وأن يرحمنا جمال وأن يلحقنا بالسابقين والشهداء والصالحين لكن مثلا في الأعياد أو في بعض المناسبات تخرج النساء وتخرج الرجال على القبور هل هذا يتنافى مع الرضا بقضائيا هذا ونوقف الشرعين نعم مش يتنافى مع الرضا فقط هذا حقيقة مصادمة مصادمة لأمر الشارع تبارك وتعالى رب العزة أراد في أيام العيد أن تكون سرور وفرح وأكل وشرب وتوسيع على الأهل كأننا نقول لربنا لا نخليه عيد هنعمله نكد من أول نهار هذه فيها التصادم مع أمر الشارع تبارك وتعالى يعني التشريع جعل هذا اليوم للفرح ونحن نريد أن نجعله للحزن ونجعله تجديد الأحزام وبالتالي لا ينبغي زيارة المقابر في هذه الأيام زيارة المقابر سنة لأنها تذكر الآخرة لكن ليس في هذه الأيام في أيام أخرى وإذا كنا فعلا نحب من ماتوا لماذا لا نعمل لنلحق بهم على خير إن كانوا صالحين فنتعلم سيرتهم ونتعلم من قصصهم وأحوالهم حتى نلحق بهم إن شاء الله سيد غازي بلعتك تتمل هذه من يأخذ ورود وزهور على القبور هذا أيضا يتنافى مع الرضاة؟ الحقيقة أنا أعرف نعم وهذا مشاهد أعظم صورة من صور العبادة يمكن أن نتقرب بها إلى الله هي التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى المقابر فيلقي السلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله ثم يدعو لهم بخير بالمغفرة والرحمة هذه الصورة النموذجية المثلة لم يدع شيئا من الزروع أو الثمار أو الآس هذا لم يرد إلا في حالة واحدة في حال القبرين الذين كان يعذبان قال وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فأخذ جريدتين ووضعهما على القبر قال يعني يخفف عنهما ما لم تيبسا قيل أن هذا الحديث خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنها شفاعة قبلت منه في هذين الرجلين فهذه خاصة من الله يعني ليس أن نذهب وأن نضع الورود والثمار وأن نحكم الزروع هذا يخفف العذاب عنهما لو كانت سنة مضطردة لكان فعلها من سبقون من أصحابه الذين عاشوا معه أو من التابعين وتابعيهم وهم أحرص الناس أحرص الناس على حب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الحقيقي حب المتابعة يعني هي شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين فقط شفاعة وليس دأب أننا نذهب بالورود وكذا طيب بالرضى بالرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى لا نسمعه من حديث حضرتك حديث قدسي عبدئن لم ترضى بقضائي ولم تصبر على بلائي فلترحل من تحت السماء ولتعبد ربا سوائي بالمناسبة هذا حديث غير صحيح هذا حديث غير صحيح هذا في البرنامج نصح أحسن لا حرج أنه نصح لكن هناك حديث آخر صحيح عن أبي سعيد الخدر رضي الله عام قال فيه عليه الصلاة والسلام ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله إلا كان حقا على الله أن يرضيه تمام إذن مرحلة الرضى تأتي بعد مرحلة الصبر أعود لحضرتك لمناطق القضية يصبر الإنسان أولا أمام المصيبة بعد هذا الصبر يكون الرضا هل هناك من إجراءات عملية لكي نصل إلى مرحلة الرضا دكتور خالد؟ نعم ذكرتها الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور نعم الحزن على الماضي الحزن على الماضي والفرح بما بين أيدينا من الحاضر حقيقة كلاهما يوقع الإنسان في الغفلة عن ربه الحزوز الفائتة انتهت تمام ولا ينبغي البكاء على الماضي لأنه لا يمكن لأحد أن يعيد الماضي مرة أخرى طيب إحنا الآن في الحاضر النعم التي بين أيدينا لابد أن أنظر للنعم على أنها أمانات من الله تبارك وتعالى عندي والتصرف فيها يجب أن يكون حسب أمره إذا تصرفت في الأمان حسب أمره الله يعطينا الرضا تمام والله سبحانه وتعالى يسكف في قلب الطمأنينة حتى لو نزعت مني هذه النعمة فلا أرى أن نزعها سببا للاعتراض أو السخط على الله تبارك وتعالى لكن أرى أن منعه عطاء وعطاءه وعطاءه منع قد يكون ربنا سبحانه وتعالى يمنع ليعطي بعض الناس لا يفهم العطاء في المنع ولا يفهم العطاء في المنع إلا صديق أحيانا بعض الناس يكون صحيح وفتي ولكن عاصم وعربد يجي له شوية مرض فتلاقي تاب وانكسر ورجع إلى الله وعزم أن يغير مساره في الحياة إذن هذا المنع وهو سلب الصحة عادت عليه بالخير بعض الناس فقير لكن ما شاء الله ملازم المسجد يحافظ على الصلوات يجالس العلماء لما زاد الدنيا تكبر على أهله وأقاربه وهجع المسجد وترك الصلاة وشرب الخمر وبدأ يمرح ويسرح إذن الغنى جاء عليه بالطغيان والعربدة فالغنى في الظاهر عطاء لكن في الحقيقة هو منع قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتل الله بعض الناس بالنعمية أحسنت أحسنت بارك الله فيك والصورة لفضلتك ضربتها بله ذكرتني بقول من الحكمة العطائية ربما فتح لك باب العمل وغلق عليك أبواب القبول وأتاك بالذنب لتتوب منه فكان سببا في الوصول أحسنت نحن لا نفهم حقيقة العطاء وحقيقة المنع هذه أخذ قاعدة في حياتنا أن الإنسان قد يمنع وفي الحقيقة إذا نظر الحكمة أن هذا المنع له عطاء وقد يعطى وفي الحقيقة أن هذا العطاء له منع لكنه إذا أراد أن يخرج من هذه المسألة بالرقي وبالرضى عن الله والرضى بالله يرى أن الله له حكمة عندما منع وليس المنع بخل وله حكمة عندما أعطى وليس العطاء استحقاق وقول شي ربنا أعطاني عشان أنا أحسن من هؤلاء وأنا أفضل من هؤلاء أو اختارني من هؤلاء أو أنا اشتغلت واجتهدت وفكرت وينسب الأمر لنفسي لا الله أعطى امتحانا واختبارا ومنع ليس بخلا ولكن منع لحكمة اختبارا فيعطي اختبارا ويمنع اختبارا من الذي يفهم المسألة هذه المؤمن كيف ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كما يبتلى بالفقر يبتلى بالغنى يبتلى بالصحة ويبتلى بالمرض بكليهما يكون الابتلاء هل يحرم الإنسان الرضا ومتى يحرمه أحسنت أكبر عقوبة يعاقب بها الإنسان هو أن يحرم الرضا ويكون دائما قلقا وصاخطا لا إليه لله الإنسان قد يسكب دموعه وقد يذرف عبراته على حظوظ فائتة وقد يسترضي كل أحد كم استرضينا الزوجة وكم استرضينا الأولاد كثير طيب لماذا لا نسترضي ربنا سبحانه وتعالى وهو أحن علينا من أبوينا ومن الناس أجمعين أرحم بنا من أنفسنا إذا استرضينا الله أرضى عنا جميع الخلق وإذا أغضبناه وأسخطناه أسخط علينا كل الخلق من أرضى الله بسخط الله رضي الله عنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس الإنسان قد يعاقب بحرمان الرضا فدائما لا يرضى بالقسمة حتى وإن كان غني هنا يأتي غنى النفس وغنى الجيب فرق بين غنى الجيوب وغنى القلوب والغنى من كثرة المال والفقر من قلة المال لا أبدا الغنى غنى النفوس وضع الرسول السلام هذا الميزان والمعيار ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس كم من الناس أموالهم عريضة ونفوسهم فقيرة كيف نزعت منه نعمة الرضا حرم من الرضا فأوقب فدائما ينظر إلى ما بيد غيره هل هناك أمرات أو علامات لكي نعرف أننا حرمنا والعاذ بالله نعمة الرضا نعم من أكبر علامات حرمان الرضا أن يفقد لذة المناجاة والدعاء لا إله إلا الله وأن يحرم من الطاعات لا إله إلا الله وأن يغلق أمامه أبواب القبول لا إله إلا الله وأن يحرم من التوفيق كلما أراد أن يسلك سبيلا الله تبارك وتعالى ينزع منه التوفيق لا يوفق لا لعمل ولا لزواج ولا لتجارة ولا لصفقة لأنه بدأ بداية الصخط ولم يرضى أما إذا كان عنده الرضا فإن الله يفتح له الأبواب حتى لو ابتلي وأوذي ولكنه راضي فالله تعالى يرى منه الرضا فيأتي بالفرج القريب والفرج قريبه لكن الإنسان عجول ولن يغلب عسر من عسرين طب هل لن نضع معيارا تكلمنا عن رضا الإنسان وعن رضا بني البشر بما لديهم في الحياة الدنيا يبقى ليه سؤال أخير دكتور خالد انسحب بساطة الوقت كيف نعلم أن الله راض عنها أحسنت الله سبحانه وتعالى إذا أقامك فيما أراد فهذه علامة رضا يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نحك يحب أن يراك ذاكرا شاكرا متهجدا مصليا باكيا يحب أن يراك قنوعا وصابرا وراضيا هذه علامة رضا ويقولون من علامة قبول الحسنة التوفيق لحسنة بعدها إذا بدأ يفتح لك أبواب الطاعات أحسنت وتدعى إليها من كل باب فتح باب الطاع فتح باب الطاع أحسنت معناها رضا وإغلاقه وإغلاق أبواب الطاعات معناها حرمان وعقوبة يعني مثلا إنسان فتح له باب التجارة والمعاملة مع الله سواء بقيام الليل أو بتحصيل علم أو بالصدقات والنفقات فبدأ يستكسر النفقة لماذا أعطي؟ فأمسك حقيقة الذي أمسك أمسك عن نفسه والذي حرم الآخرين هو حرم نفسه من العطاء والزيادة إذا بدأ ينفض عن مجالسة العلماء وقيام الليل وقراءة القرآن بحجة لانشغال أنه مشغول إذا بدأ مسلسل الحرمان بهذه الصورة فيعلم أنه محروم وأن الله تبارك وتعالى أغلق عليه باب القبول لكن هناك أمل وهناك رجاء حتى لو الإنسان وجد مثل هذه الأمارات والعلامات لا ملجأ من الله إلا إليه فليس هناك إلا الله نلجأ إليه سبحانه وتعالى ففروا إلى الله ففروا إلى الله شكرا لك سيد على هذا اللقاء بارك الله فيك تعتنى أكرمكم الله يعني نسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الراضين عنهم بإذن الله تعالى نسأل الله الرضا عننا وعن جميع المسلمين وأن يكون رضينا بقضاء الله و بقدره ونشهد الله أن نراضينا بإسلام و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا و رسوله آمين اللهم رضينا و رضينا و رضينا بارك الله فيك و رضينا بما يرضى يا رب العلي اللهم أم ذهب شقيق البلخ إلى تلميذ له وهو في رحلة الحج فقال كيف حالك فقال التلميذ الحمد لله يا إمام نحن قوم إذا أعطينا شكرنا و إذا منعنا صبرنا فقال شقيق البلخ هكذا تصنع كلاب بلخ الكلاب عندنا تصنع هكذا إذا أعطيت الكلب كسرة خب فرحة و بصبص لك بذيله و شكرك دلال على الشكر و إذا منعته ماذا يصنع الكلب يصبر و يجلس بجوار الجدار ينتظر العطاء فقال إذا ما تعلمت شيئا علمني يا إمام فما حالكم أنتم فقال الإمام شقيق البلخ أما نحن فقوم إذا أعطينا صبرنا و إذا منعنا شكرنا فإن الله تعالى ما منعك إلا ليعطيك فإذا فهمت الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء اللهم اجعلنا من الرضين الذاكرين الشكرين نشكر حضرتكم و باسمكم جميعا نشكر ضيفا الكريم يا صاحب الفضيلة معدل وسادة دكتور خالد عبد العليم شكرا لك سيادة على هذا اللقاء و بارك الله فيك و بارك الله و رقم نيات و عطر تحت الإعلام غزب قتشج مخرج البرنامج حتى يضمون لقاء جديد مع قضيات أخرى من الإنسان بين الشرى و الطبع لا استودعكم الله شكرا لكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى اللقاء